عندنا خبر عاجل قرر طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابت المحمود الخطيب تعديل مواد إنعوقات الجمعية العمومية ده طبعا علشان طبعا المواعيد المتغيرة للنهاء الأفرق الجمعية العمومية اللي حيتغير حيكون أيام 23 و24 نوفمبر بدل من 27 و28 من نفس الشهر وفقا للقرار السابق طبعا لمجلس الإدارة جاء قرار التعديل مساء اليوم بالتمرير وبعد منقشة مواعيد المبرارة النهائية لدور رابطة الأبطال طبعا اللي بتتغير من حين لآخر ويكون النادي الأهلي أكيد أحد أطرافها فقد تحدد من قبل يعني زي ما بنقول قبل كده تحدد يوم 6 نوفمبر لإقامة المباراة النهائية وقبل 24 ساعة تردد أن المباراة سيتم تأجيلها إلى 10 نوفمبر وبعدها تدولت وسائل الإعلام موعدا آخر لإقامة المباراة يوم 27 نوفمبر أي بعد إسبوع من الانتهاء من مباراة التصفيات الأفريقية للمنتخبات ثم جاء على الحسابات الرسمية للكاف تأجيل المباراة لأجل غير مسمى هذا فضلا عن تحديد ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية لاستضافة المباراة في ذات الوقت يلتزم مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل بضرورة حضور اجتماع الجامعية العمومية لمنأشي طبعا التقرير السنوي وعمال النشاط واعتماد الميزانية وإذا طبعا هذه المواعيد المتغيرة وضرورة الالتزام بانعقاد الجامعية العمومية اجتماعها السنوي قبل نهاية شهر نوفمبر وطبعا وفقا لللواح والقوانين لذلك اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي ما تم الإشارة إليه ليكون حاضر اجتماع الجامعية العمومية يوم 23 و24 نوفمبر المقبل ده خبر لسه جاي من مجلس إدارة النادي الأهلي